تستمر أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة بعدما أعلن البيت الأبيض إرجاء المباحثات مع الجمهوريين بشأن القانون ويتزايد معها القلق في الأوساط الاقتصادية الأمريكية والدولية من إمكانية تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد ديونه تحذير جديد أطلقه صندوق النقد الدولي من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها والناجم عن الإخفاق في رفع سقف ديونها سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصادين الأمريكي والعالمي بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض المحتملة الصندوق أيضا دعا السلطات الأمريكية إلى توخي الحذر بشأن نقاط الضعف الجديدة في القطاع المصرفي الأمريكي بما في ذلك البنوك الإقليمية والتي يمكن أن تظهر في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة بدوره حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيدفع بالبلاد نحو الركود وستكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد العالمي حيث سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الفائدة على بطاقات الاقتمان وقروض السيارات والرهون العقارية فضلا عن تأخر مدفوعات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في الولايات المتحدة من جانبها دعت وزارة الخزانة الأمريكية الكونغرس للموافقة على رفع سقف الديون محذرة من أن التخلف الأمريكي قد ينتج عنه كارثة اقتصادية ومالية مشيرة إلى أن التخلف عن سداد الديون قد يهدد تعافي الولايات المتحدة مما يؤدي إلى هبوط عالمي لها المواجهة الدائرة في الكونغرس حول رفع حد الاقتراض والذي يبلغ حاليا 31 تريليون و400 مليار دولار تنحصر في مطالبة قادة الحزب الجمهوري بتقديم وعود لخفض الانفاق قبل الموافقة على رفع سقف الدين على الجانب الآخر يصر الرئيس الأمريكي الذي يخوض المفاوضات على ما يسمى بالزيادة النظيفة لسقف الاقتراض على أن تستمر المحادثات في شأن الميزانية في مسار منفصل ووصلت حكومة الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى القانوني للاقتراض خلال شهر يناير الماضي ومنذ ذلك الحين تستخدم وزارة الخزانة تدابير محاسبية خاصة لتوفير السيولة النقدية وإذا استمرت حال الجمود بعد الأول من شهر يونيو القادم فإن الولايات المتحدة ستجد نفسها غير قادرة على دفع الفواتير والرواتب وغير قادرة أيضا على السداد لدائنها مشاهدين الكرام كان هذا استعراضا لأبرز تطورات أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة نشكر لكم طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة